زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر الأولى تخرج عن صمتها وسلوى المطيري تتهم شهاب والهام بتزويد الزواج أثار زواج الفنانة الكويتية الهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر جدلا واسعا وتصدر الخبر مؤشرات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومنذ أن انتشر الخبر التزمت زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر السابقة الصمت إلا أنها اكتفت منذ ساعات بكتابة بعض الكلمات الغير مباشرة التي تدل على حزنها وطلبت من جمهورها الدعاء وكتبت عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناف شات يا رب صبرني اللهم اجبر كسر قلبي دعواتكم لي لك الحمد ولك الشكر يا الله هذا وقد حصدت زينب تعاطف الجمهور بعد زواج زوجها بإلهام الفضالة حيث أشار بعضهم إلى أنها قد تعرضت للظلم من زوجها الصابق والفضالة يا رب العالمين الله وفقني أني تخرجت امتياز مع مرتبة الشرف وكل الشكر الأول حق زوجي اللي وقف معي من البداية للنهاية الحمد لله رب العالمين بس أشكر الجميع اللي وقفوا معي وفي هذا الصياق فقد ظهرت زينب في فيديو تشكرت فيه زوجها في المرتبة الأولى لدعمه لها والوقوف بجانبها من البداية للنهاية فيما تم الأفصاح عن عدة فيديوهات لها ولشهاب وهم يتبادلون الغزلة والإطراءات والحب في حين تحدث البعض عن إجبار والدة شهاب له على الزواج من زينب وكان رافضاً الفكرة لأنهم كانوا صغاراً في العمر إلا أن جهلة الأربعين التمادت ودخلت قلب شهاب ليقع في حب إلهام التي تكبره بالعمر حيث أنها جدة في الخمسين مثل ما أنتم تعرفون إلهام فضالة عندها عيال وجدة وما شاء الله عندها ملايين لدرجة أن اسمها تم تداوله أيام موضوع محطة وسالفة غسيل أموال شي طالعاً ما في شيء يسمي غسيل أموال ومن ناحية أخرى اعتبرت المدوينة الكويتية سلوى المطير المثيرة للجدل أن زواج الفنانين الكويتيين شهاب جوهر والهام الفضالة تمثيلية عليها شخصياً وقالت في بث مصور أن إلهام امرأة تمتلك المال والعيال وجدة أيضاً لماذا تزوجت من رجل متزوج؟ وأضافت أن مثل هذه التمثيلية التي نراها في المسلسلات أصبحت في الواقع واختتمت أن الإقناع هو احترام الرأي والرأي الآخر واحترام الإنسان المثقف واحترام طبيعة الحياة